وايضا عندنا فقرة اخرى هنتكلم فيها مع العميد محمود محيددين الباحث السياسي فيه شؤون الامن الاقليمي عن رد الفعل الاسرائيلي المحدود على الضربة الايرانية المحدودة تحس ان احنا في لعبة المحدودة يعني لعبة بلاي ستيشن ضربة محدودة هنا ورد فعل محدود هنا المهم ان يكون فيه رد اعتبار لكلا الجانبين بينما القضية الاهم المستمرة وهي العدوان الاسرائيلي على غزة ما زال مستمرا وعدد الشهداء يزيد عن 34 الف وامريكا النهاردة الكونغرس يوافق على صفقة جديدة للاسلحة لاسرائيل وواشنطن تستخدم الفيتو لرفض قبول فلسطين كدولة في الامم المتحدة يلا نبتل العالم